بدأت قصتي في سن البلوغ بحيث انني كبرت والحيد ما جاتنيش كما جعل بنات هزوني والدي يال طبيبة وقالت لي بلي شيء عادي وعطتني بعض لأدوية خديتهم وفي علان جاتني الحيد غير قطعت الدواء مش هتعوتاني صافي قيت هكذاك وصلت سن الرشد وما كتجينيش كان مشي ندوز نفس الهدراء عادي ونأخذ الدواء غير نسالي الدواء تمشي المهم بقيت هكذاك حتى يبدأ الخطاب نقول شنو غدي نقول للناس انا الحيد ما كتجينيش مهم كتك نرفض بحجة حتى ناخد الباق وخعار فراسي ما كان والو مردك الباق واحد صباح شدني واحد لحريق خايب بزاف لدرجة طريقة تغيبت هزوني السبيطار قلبتني الطبيبة قلت ليهم خاصها تحيد القرن دابة دابة لأنه خماج بالحيد لي ما كانش كتجيها هذه سنين المهم دخلوني العملية داز كل شي مزياء وخرجت ووعيت من البنج جا عندي الطبيب قال لي يا عمرك ما غاد قدرت ولدي ما غا نقول لكم كانت صدمة ما عرفتش مهم الدنيا كانت كتبالية ساهلة كنت في بلاستي ناسا وشفت في الثقاف وقلت مع رأسي عادي غرب بشي ابنية ولا وليد ولا نزوج بشي راجل المهم تبنى شي ابنية ولا ولد حسن لا بنت حسن المهم البنت بقيلة غا تكون حنينا فكرت بها الطريقة في الصباح ودو كيجيو الناس يشوفوني في الصباح اللي كيجي يبقي يشوفي بحلي أنا ناقصة من شي حاجة دو واحد الكلمات لي كيتقالوا لي بحل مسكينة يوالله يصبرك حتى تكبري وربي شي وليد حسيت براسي بحل للناس كيعزيوني بحلي ما تلياش حد مهم سميت بالعاقر وأنا ما زال حتى ما تزوجت شوفوا المجتمع كدير أنا فاشقالها للطبيب قبلتها وبكل روح ريادية ولكن شوف الناس كيفاش قلبوا لي الفكرة فراسي قلبوها لي خلوني نحسب اللي فعلا عندي نقص المهم مشيت لدارنا بقوا كيجيو الناس نفس الهضرة مسكينة يوالله يشوف من حالك كي اللي قال لي يا وجغة زوجي كي اللي قال لي يا رجل خصو المرأة اللي كتولد كي اللي قال لي يا رسول عليه الصلاة والسلام قال تزوجوا الولود هذا الهضرة دخل مهم مرداتني ودخلتني في اكتئاب حاد مرت واللي تغير كنفكر غير كنبكي واش زعمة انا هنتزوج واش غنعيش حياتي عادي داس الايام صراحة درت محاولة انتحار اه شربت واحد ادواء بلا ما نقول اسميته عطقوني غير مهم ربي بقي مطول في العمر ومن اللي جيت من سبيطر الاب ديالي مسكين امره ما كان قريب لي يحتل لهذا النهار مسكين بكهلية ولكن عز حدايا وحاضني باش مندير شي حاجة فراسي مهم وحد نهار قريت صورة البقرة وانا كنقول سافي الزواج نسائه نوضي نوضي كوني شي حاجة نفعل المجتمع ومع الوقت نقدر ربي شي بنية نفس الفكرة اللي فكرت من اللي كنت بقى في الطبيب المهم بابا ميكانيسيان وكان يلا افتح واحد المحل ديال البيأس قلت له دابا بابا انا ما اخذ داما مرداما ما غنزوج ما غنولد خليني نشد معك المحل في الول لان المجال فيه غير الرجال ومن بعد تقبل ومشيت قلت خدامه تعلمت الاسماء ديال البيأس وكن نخدم ومرة مرة كنمشي المحل الاخر كنت تعلم الميكانيك مهم ما كانت عندي حتى فكرة على هاد الحرفة اللي عارفة هي ريحت بابا لاغريس ودكشين مهم فقط مهم صباح صباحات ديال الهراء كانوا يكونوا عندي خاويين ارى ندير شي لستية نمشي ندير شي حاجه في حياتي ندير شي حاجه في حياتي ندير شي حاجه في حياتي نتقيد كنت غادا على اساس ندير الطبخ من اللي وصلت قلولية ما بقيتش البلاصة شدتني صراحة البكية حيات اصلا انا واللي تحساسها بزعف اي موقف كي وقع لي يا كم بدا نقول ما عندي زهار ما عندي المهم الاحساس ديالي هاك رجع مريد جا واحد الاستاذ قال لي يا باقينا البلاي صغير في ديال الميكانيك قلت ارى نديرها وقلت هالبابا قال لي يالله يصخر فعلا مشي المقاوميين لما بابا كيف ألعطني كل شي وحد نهار يعطوني مستاج الى مستاج ادمرتها بالدوص عن مرات بابا مستاج ومرتن بده في نفسه ما وهاد نهار وهاد اليوم من دليل ايام ديال ايام ديال المستاج وجو احد الولد القانيخ الدامة وبابا ما كانش ينعان يعني في المحل قال لي يا واشكين فلان قلت له الله قال لي يا شكنتي قلت له أنا بنته قال لي يا حرط فررار حرفت بوك لي غلبوك تحكت معه ومشيت نكمل خدمتي وقال لي خسني شي بياس وواحد البولون طاح لي من الكابو مشيت حليت الكابو وركبت لي واحد اخر قال لي الخدمة دي المعلم المهم ما نكترش لهذا رمعه ما ننكر انه عجبني ولكن دائما نفكر راسي باللي انا ما كان ولدش تبتي تبتي رأى المره بالأولاد المهم جاء الاب ديالي وطلقه قال له بنتك خدمات لي انا بابا من النوع اللي ما كيبغيش يهضر فيه ما كيبغيش يهضر فيه شي واحد معه المهم يضغيس ديالي الموضوع داس شهر وجهك يخطب بابا مسكين ما عرف شنو يقول سولني وقال لي يا بنتي يلا قبلتي ره خاص ولد الناس يعرف الحقيقة حسن ما يسمعها من تساع حيث شحان من واحد خطبني وطلقه وهي الجيران يقولوا ليه ما كاتوليتش مهم شوف الناس عقروني وانا باقى متزوجت مهم داك ولد الناس لقيتو وقلت له شوف انا ما صارحش لزواج هو اسحب له واش انا فقد العدرية ديالي قال لي انا بغيتك كم انتي جيتو بالصراحة قلت له انا عملت عملية حيط القرن والقرن الاخر عندي عوج عب فيه عيب خلوقي طبيب قال لي مستحيل تحملي قال لي يا صافي هدو كان الا لا هدو كان انا باغيك انا باغيك انتي ما باغي ولاد صراحة انا عجبني وخاف قرارات نفسي كان قول الغن تزوج شحال قدو يصبر بلا ولاد وبقيت كان خمام قلت انا موافقة ولكن انهار تبغي الولاد وتفكر تزوج انا سنطلق قال لي انا مخصني ولاد مهم انا مكنت ايق شفار الهدرة من طبيعة الحلوة لكن قلت ارى نتزوج نعيش حتى انا ديك الايامات ديال الزواج كما يقولوا نجربوا ناخدوا تجربة في الحياة كانوا لما كان مهم واحد دعونا بتزوجنا وتموزين وأنا مواجهة ومعادة بدون دوزنا عام عام عليهم انصلا بدون لم يدخل احد من عائلته يدخل فينا ولكن نفسيتي مرضعت قلت حل قد يصبر بقينا اربع سنين كنا نسافروا بزاف باش نباعدوا من العائلة اللي كي بقوا يسولوا وحد النهار شي حد وصل الى هضرة العقوستي وجات قالت لي انتي حكت الى ولدي وسباتني ايه سباتني بزاف وبقى في الحال جه رجلي قال لها انا خديتها ما كتولتش انا عارف وما بغيت نقول لحد مشات وما بقيتش كتدر معانا هو مره مره كي يزورها انا لا واحد نهار قلت له وصافي اه نطلقو ولكن هو ما بغاش مشينا واحد شهر سافرنا للشامل وما بغيت انا خديتش كتدر معانا هو مره مره في العالم انا كنا نشينا الشامل تارينا و جينا من اللي جيت وانا مريضة وكان ارد وصخفانا كنقول غير مع الصفر وحد المره دي ما كتجي كان اعطيها تفطر مسكينة كتسعى كلنا كنسعى والله غير شافني قالت لي واش حاملة قلت لها في خاطر ايه شنا هو على انا عندي الظهر المهم دقات عليا تعطيني المواعن نزلت عندها قالت لي صفورية في وجهك ديال الحمالة سيري دوزي دست سيمانا والحال هو الحال مشيت ندوز ومشيت غلص بيطر الحومة قالت لي واش مادرتش ديال المox деال الحمالة قولتاني هارعني محيدة القرن شافت فيا وقالت ليها غالبا عودي يكون قرن 될 pour القرن اللاخر عندك فيها عب خلوقي قتلي يا غالبا عز يكون حتا القرن لديك مريض سيفتات نرص بيطار الكبير خرجت صراحة محطمة ومشيت ومشيت في الطريق لأول مرة وعينية كيشوفوا غير في الأطفال وليت حاضياهم وليت مهووسة بهم أصلاً أولاد العائلة كلهم كانوا كيخبعوا أولاداتهم مني بش ما نشوفش فيهم ما عرفتش كيف يفكروا وش أنا كنحسدهم على أولادهم بالعكس أنا كتغيت كنشوف فيهم كيعجبوني ولكن هاد اللحظة كان فكر بحساس واحد آخر حساس ما يعلم به غير الله جيت للدار وقلت للراجلي كاين جاء بس لي راسي وقل لي الله يشافيك وخرج كان بكي بحل شي حمقى ومن لي جاء قل لي راخدت لك رونديفو وصراحة هذه الأيام قلت كان رد وصخفانة ومشيت عن الطبيب وصراحة متخصص على أساس ندير تحليل ونشوفه القرن اشفيه ونشوف الميكروب فين وصل مهم قل لي من الطبيب قل لي القرن عامر تحليل يمكن كيس وقل لي اجي جي ندير التلفازة ونشوفه على برا كي تسنى بابا على برا كي تسنى بابا وراجلي وماما حيث مساكن عارفين ثاني كي تسنى بابا كي تسنى بابا وكي تسالي معي جسديا ونفسيا مهم دخلت البيت اللي فيت الفازة كانت تشدى لي في المساعدة لطبيب حيث في اللحظة اللي دخلت كنت كنشوف غير الدبابة بحل اللي طايح لي التونسيو مهم قال ابني قال لي مدام راكي حاملة وش مفراسكش قلت له ماذا تقول وش انتا الطبيب كتزار بالصح وسمعني دقات القلب يا البيبي قال لي سمعي والله حتب الفرحة نط نط بالفرحة شديت لي يدي وبستا قوة الفرحة آه تعايرت بالعقرة ومردوني صحتي وهرب يسهل علي مهم رجلي مهم مهم رجلي مهم رجلي مهم 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 رجلي مهم مهم الحمد لله خلاصة القول ربي كبير درو يقينكم في الله ما تبقى اشتركوا الأطباء لي يقدروا يحيدوا لكم الأمل في أي حاجة لأن الله كبير الله كبير يكون فيكن الخلاصة خلوا أمالكم في الله سوف نقول لكم السلام عليكم القصة جديدة في القناة لا تنسوا اشتركوا في القناة وشاركوها مع صحابكم وحبابكم وبوصة كبيرة من عندي رايحانة وما تنسوا لايك يلا السلام عليكم وخلتكم على ألف خير